أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول التوصل لاتفاق بشأن تخفيض إنتاجها النفطي لأول مرة منذ عام 2008 وأن التنفيذ سيكون مع بدء شهر كانون الثاني من العام المقبل ولمدة ستة أشهر وقالت المنظمة أنها ستخفض الإنتاج بواقع مليون ومائتي ألف برميل وأن الاتفاق الذي توصل إليه الأعضاء في اجتماع فيينا يتماشى مع ما تم التوصل إليه خلال المباحثات التي عقدت في الجزائر في أيلول الماضي وأضافت أن أعضاء أوبك سيقومون بتخفيض الإنتاج دون الانتظار إلى قرارات الدول المصدرة للنفط من خارج المنظمة مشيرة إلى أن إيران ستقوم بتجميد إنتاجها عند ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعين ألف برميل وقفزت أسعار النفط نحو ثمانية في المئة اليوم بالتزام مع اجتماع بعض كبار منتجين نفط في العالم في فيينا حيث صعد خامو برينت إلى خمسين دولارا وأربعة عشر سنة للبرميل ترجمة نانسي قنقر